ترجمة نانسي قنقر في مجال تحديد النظام الحكم فاقترناها أنه يكون نظام شبه رئاسي وكأكدنا أيضا على إعطاء الصلاحيات لمجلس الأمة حتى يكون له دور فعال في الساحة السياسية كما أكدنا على ضرورة إعطاء للعلم والمعرفة المكانة اللازمة وذلك بإنشاء أكاديمية للأدمغة كما بطبيعة الحال ركزنا على المادة السادسة والمتعلقة بالمنصفة فنحن كاتحاد ونظرا للجدل الذي أطارته هذه المادة ركزنا على ضرورة المساواة وتكافؤ الفرص في تحميل المسؤوليات سواء كان في الحياة العامة أو في الحياة السياسية وأكدنا أيضا على ضرورة إعطاء للمنظمات الجماهيرية إعطاء لها مكنتها في الدستور لتكون منظمات رصيد تاريخي بالنظر لما تسخر به هذه المنظمات من فعل في الساحة الوطنية في مجالات أخرى أيضا اقترحنا أن يدسر المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالنظر للإقتراحات التي يقدمها للدولة وحتى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية أن تكون منبتقة من هيئة مهمة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي واقترحنا أيضا إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان إذن الأهم في كل هذا احتمدنا بطبيعة الحال أن تأتي المصالحة كمرجعية لكل الجزائريين وتكون أرضية لكل الإصلاحات التي بدار بها فخامة رئيس الجمهورية وركزنا أيضا عن المواطنة التي يجب تكريسها لتمكين المواطنين أن يدافعوا عن الوطن وحتى تتمكين المواطنين أن يساهموا في تطوير الجزائر وخروج بها إلى البر الأمن قدمت عمل في قسميني يتعلق القسم الأول بالتحليل والمختارحات المقدمة ويبرز الجوانب السلبية والإيجابية والنقايز التي ارتأيته فيها لاحظت أن الوسائل الجديدة للرقابة للبرلمان ليست ذات عثر مهم تعديلات بخصوص مجلس الأمة أيضا رتأيته أنها ليست ذات أهمية كبيرة وقدمت قسم آخر فيه جملة من المقترحات تتعلق بكمل السلطات منها السلطة التنفيذية من أهمها العودة لنظمة ثنائية السلطة التنفيذية هناك اقترحات أخرى كثيرة حول السلطة القضائية السلطة الشريعية في مجال الرقابة في مجال المؤسسات الوسيطة أيضا ولذلك العموم هذه الاقتراحات كثيرة وعديدة وشكرا السلطة الشريعية في مجال الرقابة السلطة الشريعية في مجال الرقابة